الجزيرة نت نشر التقرير عن وضع القضاء التونسي في 18 أغسطس 2011 المحام المنزر الشارني والقاضي حمد الرحمني قالوا فيه أن القضاء كرس الفساد وكانت المشكلة الخطيرة هنا ما يقوم به القضاء وأن المحاكمات اللي كانت بتجري كلها كان فيها كتير من الريبة وكأن كل شيء كان يجري وراء الكواليس وتمت عبر نفس القضاء رجال بن علي كانوا بيحكموا بعضهم بعض تحت الضغط الشعبي رئيس الحكومة الباجي قادي السبسي طلب من جمعية القضاء ونقبت القضاء في 29 أغسطس تقديم أسماء بالقضاء الفاسدين من أجل امتصاص وقال سندرس الموضوع وموت يحمر بالمصري بالضبط هو وقع بعضهم ذهبوا وبعضهم استقالوا لكن في آخر المطاف كل المنظومة بقت شوف أنا بقول لك شيء النظام بن علي كان مبني على ثلاث مؤسسات وقع إفسادها بكيفية رهيبة اللي هي المؤسسة الإعلامية المؤسسة الأمنية والمؤسسة القضية هذه المؤسسات الثلاثة لا أحكي عن المؤسسة الاقتصادية لكن لإدارة الدولة ثلاث مؤسسات هذه الإعلام والأمن والقضاء بلغ فيهم منسوب الفساد مرحلة متقدمة جدا بحيث لما إحنا أتينا للسلطة ووجهنا بهذه المنظومات الثلاث التي أفسدت علينا كل شيء طبعا يعني الثورة تعاملت بشيء من السمح للبلاها مع هذه المنظومات الثلاث لا أقول بلاها وإنما أقول بنوع من المثالية أو الطباوية لا تنسى أولا أن أغلبية الناس الذي جاءوا إلى الحكم جاءوا من خلفية النضال من ناجل حقوق الإنسان من الحريات من الساحة الحقوقية وبالتالي كان من الصعب علينا لو أتينا من المؤسسة العسكرية والأمنية لكان تصرفنا غير لكن إحنا جينا من هذه المؤسسات الشعب انتخبنا على قاعدة أنه إحنا كنا سياسيين يعني نطالب بالحرية وكنا حقوقين وكذا وبالتالي لم يكن بيسعنا نتعامل مع هذه المنظومات إلا من موقف أخلاقيتنا وطريقتنا في العمل لكن المصيبة أنه فعلا هؤلاء الأطراف كان من المفروض على الأقل أن يتعاولوا معنا في الحد الأدنى وأظهروا أنهم فعلا اعتبرونا كسذج أو كمغفلين أو كذا وانقلبوا علينا لكن أنا أقول لك أنهم يعني يخطئون الخطأ الكبير إذا تصوروا أن هذا سيؤدي إلى نجاتهم لأنه على ثقة أن المسلسل الثوري لم ينتهي وأنه في بدايته وأنه ربما سيندمون على أنهم لم يتفعلوا مع أناس مثلنا